نرحب بكم جميعاً بقناة حياتنا ورلايف وندعوكم للاشتراك في القناة درسنا لهذا اليوم يا أول سوف يكون عن لوحة الأعداد درس اليوم سهل وبسيط وحلو بس بدنا نركز بشوية شغلات كل ما تروحة بسؤال نفسه طيب نبلش مع بعض إذن في درسي هذا اليوم سوف نتعرف عن لوحة الأعداد اللي هو عنوان درسنا لوحة الأعداد بتسهلنا وبتساعدنا عشان نلاقي عدد يقل واحد عن عدد آخر أو بيزيد واحد عليه لأنه بمشي وحدات هايها ما بتعيد عشرات يعني بتنط نطة واحدة يعني زي كأنك بتعيد بالصف كيف بتعيد من واحد لعشرة من واحد لعشرين بتقول سفر واحد تنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وبتكمل عشرة داعش اتناعش لحد تسعة عش وبتكمل عشرين وهكذا فإذن هذه هي لوحة الأعداد يا أول تقل واحد عن عدد آخر أو بتزيد عليه واحد يمكننا استعمال لوحة الأعداد لنجد عدد يقل عشرة حتى عن عدد آخر أو بتزيد عليه عشرة طيب الوحدات فهمناها كيف يعني إنه عشرات طيب تفرجوا لي على أول عمودي أول شوفوا كيف هنا زي كأنك بتعيد نتذكر زمان كيف كنا نعد ونلعب ونعد عشرات لما نقول لبعض يلا نعد عشرات هاي سفر عدوا معي عشرات عشرة عشرين تلاتين أربعين خمسين ستين سبعين تمانيين تسعين برافو طيب إذن السؤال هون بقول لك استعمل أو كيف نجد الأعداد في المربعات الفارغة كيف ممكن تلاقي الأعداد في المربعات الفارغة؟ هلأ إحنا عرفنا إنه هون عندي وحدات بس علي أمشي وعد يلا نعد مع بعض سبع عشرين هون تماني وعشرين اللي بجنبها صارت تسع عشرين هون تلاتين هون أكيد رح تكون شو أهلا هون غير هاي هي مش متصلات طيب إحنا بدنا نعرف حسب اللي موجود بكل صف شو هو العدد المفقود يعني مثلا تحتيها إذا طلعنا على الصف الثاني في عندك عددين تماني وثلاتين وعندك أربعين هلأ تماني وثلاتين هاي الخضراء معناها هون بيكون قبلها بواحد يعني شو قبل طيب أوك شو قبل التمانية قبل التمانية سبعة طيب سبعة شو بدي تكون سبعة لحالها لا زي كأنه منعد يعني شو أصغر من التمانية وثلاتين بواحد السبعة وثلاتين يلا نعد مع بعض سبعة وثلاتين تمانية وثلاتين وهون تسعة وثلاتين واللي وراها أربعين طيب نكمل مع بعض هون عندك الرقم سبعة وأربعين شو بيجي بعد سبعة أربعين تمانية وأربعين ومنكمل 49 50 طب إذا نستعمل لوحة العدد يا أول لنجد عددا يقل واحد عن عدد آخر أو يزيد عليه بواحد يعني هون زي ما أنتوا شايفين 73 شو بيجي وراها 74 و74 شو بيجي وراها 75 طب نستعمل لوحة الأعداد لنجد عددا يقل 10 عن عدد آخر أو بيزيد 10 عليه يعني ممكن من الامتحان يجيبونها 36 موجودة ويخربشوننا على ال 46 ويتركوننا إيها فاضية ونحن بدنا نعبي نعرف كيف نعرف هون أنا شايفي 36 هون شايفي 56 بطرح من 56 عشرة بتطلع معاي 46 طيب كيف نستعمل لوحة المائة لإيجاد العدد يلي بيزيد 10 على 52 أول شي حط لي إيدك على 52 هيها أوكي بدنا نزيد 10 كيف نزيد 10 دغري إنزل عنلي تحتها صارت 62 ممتاز ننتقل لصفحة 41 بقولك استعمل لوحة الأعداد لنجد على نجد عدد بقل عن 34 في كتير عدد تقل عن 34 هاي من هون شوفوا كم عدد يعني ممكن تحكوا هدول كل يعتم من هيك ورا كل هاد 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 يعتبر أقل من شو من 34 إذن ممكن أنا أختار 24 مثلا طيب أعطيني عدد يزيد على 56 وين 56 هيها إيش بيزيد عليه بيزيد عليه بواحد فبالتالي هاي هون كاتبه واحد فبالتالي بكتب خمسة أي سبعة وخمسين هاي الخمسة المكتوبة وهي سبعة وخمسين طيب بعدها عدد يقل عشرة عن 78 وينها 78 هايها فديقل بعشرة يعني منشيل منها من عمرها عشرة صارت 58 آه لا هون عدد يقل عشرة عن 78 هاي 68 بتصير طيب نمحيها يعني إحنا حكينا 68 وحكينا رقم ثاني بعدين طيب مش مشكلة إذن 68 ننتقل لرقم أربعة بيقولي اللي سؤال عدد يزيد عشرة على 89 وين 89 هايو بزيد عشرة يعني زيادة يعني 99 برافو طيب نستعمل مع بعض لوحة المفاتيح برضو هاي لنجد العداد المفقودة يلا بزاكي عنك بتعد كتير سهل الدرسيات طيب يا أول 2-80 شو بيجي وراها ثلاثة وثمانين بعدين أربعة وتمانين بعدين خمسة وتمانين برافو ننتقل للي بعديها واحد وخمسين واحد وستين واحد وسبعين واحد وتمانين طيب ننتقل لهون هون عم نازلين نزول زي كانوا بقولوا لنا إنه لا تعدوا صعودا نعدوا نزولا يلا 95 نشيل منها واحد بتصير 94 وعندي بعد أو قبل 94 عندي 93 وعندي 92 90 طيب لبعديها عندي العددين 89 89 وهنا شو 79 هون انتبهوا انتبهوا لهذا سؤال هذا سؤال مهم هون ما نزل لك ما نزل لك شو اسمها ما نزل درجة واحدة احد نزل عشرات انتبهوا لها هاي مهمة فإذا لأنو 9 هايها نفسها ما تغيرت نزلوها زي ما هي معناها انتو كمان 9 ما تغيروها وال7 منشير منها واحد بتصير 6 طيب اذا بدنا كمان ننزل بتصير 9 وخم 90 طيب ننتقل الان الى كتاب التمرين طبعا هاي لعبة حلوة فيكوا تلعبوها وهون كمان مساعدة الصياد تمام وما ننسى انو في عنا فيديو خاص في اختبار نهاية الوحدة طيب الدرس السابع هون منحكي فيه عن لوحة الاعداد نلون بالاصبر العدد الذي يقل عن عشرة عن العدد 30 يعني ايش بقل عن العدد 30 وينه 30 هيا بقل بعشرة هاي 20 تمام منلونها لحالها بدنا نلون بالاخضر العدد يلي بقل واحد بس عن العدد 25 وينه 25 هيا بس بدب واحد بس يعني 24 طيب لبعديها خربطنا good نكامل شو بدو آهو آل اخضر هو آل اخضر طيب هاي نعملناها بالاخضر برضو غلط طيب نيجي نمحيها هاي نكتب اخضر 24 نعم نلون بالازرق العدد اللي بزيد 10 على العدد 74 شو بدو اللون ازرق ازا ازرق عدد بزيد 10 على العدد 74 هيا 74 مين اللي بزيد 10 مش بقل 84 80 نلون بالاحمر العدد يلي بزيد 1 على العدد 98 يعني 98 زائد 1 99 بس بدنا نلونه باللون الاحمر فايزا هوا من خط لون احمر بزيد على العدد 98 نصر 99 طيب نستعمل لوحة المئة لإيجاد ايش العدد اللي بزيد 10 على كل ما ما يعطيها مين العدد اللي بزيد على 10 اذا نستعمل احنا بدنا نلاقي يعني اه اوكي طيب 28 زيد عليها 10 38 يعني شو عزيد 10 يعني رح اشتغل بس على خانة العشرات اللي هي هاي اللي هون هاي بس رح نشتغل عليها وهاي وهاي 6 و 8 هون يعني بدل ما تصير 63 و 60 رح تصير 73 و 70 وهون نفس الشي بدل ما تصير 81 تصير 1 و سوري هاي هي خلط 91 طيب نستعمل لوحة المائة لكتابة الاعداد المفقودة في الدوائر الموجودة يا هلا عنا في السؤال اللي بعديه بدنا ننتبه انه بحكينا نستعمل لوحة المائة لكتابة الاعداد المفقودة في المربع هلا انتبهوا هون يا اول انه بهذا الصف هيك يعني هون بدنا نشتغل على الاحد يعني نعد احد يعني كانت 44 صارت 45 صارت 6 و 40 خلينا نكملهم كلهم يعني هون 42 ارجع ارجع لورا بتصير 41 وكانت هون قبل ال41 عندك ال40 طيب نروح لهاي الجهة 24 من قبلها بواحد 23 قبلها بواحد كمان 22 زكي عنا منعد تمام نكمل اللي تحت هون احسن ما نخربط 38 شو بيجي وراها 39 طيب شو بيجي قبلها لل38 قبل الثماني بيجي 7 فمنكتب 37 هون عندي العدد 44 شو قبلها قبل ال44 قبل منقول 44 منقول 43 شو بعد ال44 5 و40 نشوف هون العدد عندك 86 منشيل منه واحد بصير 85 وبعد 86 عندك 87 طيب هاي بالنسبة لهذا الجزء هلا هذا الجزء اللي من هون تفرجوا من فوق بتكون تنزل ونزول لتحت بس شو بنا نشتغل نشتغل على العشرات ما عم نشتغل على المئات هلا أعلى الأحد يعني 35 تزيد عليها عشرة يعني 3 اللي رح تتغير تصير 4 يعني 5 بتنزل زي ما هي ما فيه مشكلة 3 بتصير 4 بده تصير هون 5 نفس الشي الباقي يلا إذن هون 41 صارت 51 لعد شو كانت كانت 31 طيب هون 33 23 التلاتة الأولى بضلها زي ما هي ما فيه مشكلة بس هون اللي 2 رح تكون أصلها 1 هون نفس الشي 8 8 بتنزل زي ما هي 3 10 تتكون 2 10 وبعد 13 10 تتكون 14 و8 تبقى كما هي نفس الشي هون الاربعة بتضلها زي ما هي الاحد اربعة العشرات بيكون اصلها 3 كانت 3 وهون صارت 5 10 واربعة احد وهون الست زي ما هي 8 كانت 7 و86 هون 96 براف عليكم يا اول نراكم ان شاء الله فيه اخر فيديو لهذه الوحدة اللي هي عن استعداد اللي دير لا مش استعداد رح نحكي عن اسئلة المراجعة نهاية الوحدة ان شاء الله منحلها جميعها وبعد ذلك رح ندخل بالوحدة الثانية نحكي فيها عن مقارنة الاعداد وترتيبها شكرا لكم اعزائنا والى لقاء قريب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة